موسيقى وزير الترمية الحيوانية يطلق من الحوض الشرقي الحملة الوطنية للتحسين الوراثي للأبقار موسيقى اللجنة الجهوية المعنية بالتعداد العام للثروة الحيوانية تجتمع لتقييم نتائج التعداد موسيقى وتنظيم قافلة صحية ضمن فعاليات مهرجان تونغاد للثقافة والتنمية في مقاطعة أوجفت موسيقى سلام الله عليكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى مسائية الموريتانية أطلق وزير التنمية الحيوانية المختار جاقيها صباح اليوم الحملة السنوية للتحسين الوراثي للأبقار من المحطة الجهوية للتحسين الوراثي في محمودة التابعة للمكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي وتهدف هذه الحملة إلى التلقيح الاصطناعي لثلاثة آلاف بقرة الوزير تلقى شروحا مفصلة عن عملية التلقيح الاصطناعي التي تقوم بها الفرق البيطارية الجهوية للمكتب في كل الولايات الرعوية حيث تعمل على التحسين الوراثي وهو ما مكن من الحصول على أعداد معتبرة من الجيل الأول بمتوسط إنتاج من الحليب يتراوح من 10 إلى 12 لترا مقارنة بأربع لترات لدى الأبقار المحلية وهنا في العاصمة يشهد سوق السمك حركة دقوبة للباعة والمتسوقين الراغبين في شراء حاجاتهم من هذه المادة التي حددت أسعارها بموجب اتفاق موقع بين الحكومة والاتحادية الوطنية للصيد قبل شهر من الآن المزيد عن مستوى الإقبال على هذا السوق ومدى تطبيق القرار نتبعه في التقرير التالي سوق السمك بنواكشوت بعد أسابيع من سرايان الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحادية الوطنية للصيد التقليدي حول توفير السمك وتحديد أسعاره ليكون في متناول المواطن وفرة وتنوع في المعروض من هذه المادة بمختلف أنواعها وإقبال كبير من المتسوقين وسط تباين في تقييم مدى الالتزام بالأسعار المحددة حيث السيادة لقانون العرض والطلب الدولة تأخذت لنا خطة زينة عندنا حتى والله إلا زينة عندنا حتى ونبقوها بللي نحن مواطنين ونختار الحوت يعود بـ 500 و 400 يعود متناول الجميع عندنا منه بمبانو بيعينها بـ 2300 و 2200 عندنا بعد أشهادي نبيعوها بـ 1800 و بيعوها بـ 2000 وقية عندنا الكبار الكبيرة بيعينها بـ 2400 وعندنا هاي السق سقيرة للدولة مسعرتها 1600 ونحن نبيعينها بـ 1800 وقية وراها هي عيادة الحق الفـ 500 وقية عندنا كبار سقيرة بيعتها بـ 600 وليوم ده تمبعها بـ 600 و بـ 500 شي مننا سقير مع أنه ما عنده تسعير ذابت نحن بعد العرض من المادة منه اللاماتتين شي قولوا لهون ولص واسمه المحلي واسمه الأخرين قالوا الدولي بـ 400 مبيعه هنا تيها بـ 400 ومبيعه فيها قاس يمبعها تحت ذاك تنقص عن تسعير تـ 400 الحوت من رأس ولين يكثر يطيح رأسوك ذا تسعير ذاك اللي دائرة الدولة إليه الين يؤد معرم والله يا كبار اللي نشروع بـ 300 وقية يا الدولة أعطيتها 600 لين نشروع بـ 300 السق لين نشروع بـ 1600 وقية كربين الكبيرة لين نشروع بـ 1600 أسعر تقول إدارة سوق السمك أنها عملت على التحسيس بها وحث الباعة على الالتزام بها فيما تعمل فرق إدارة حماية المستهلك على ردع المخالفين للاتفاق كانت فيه إجراءات تحسيسية بدأت من خلال سحب الأفشاج ومتصاقات اللي توضح أسعر السمك على مستوى النقاط البيع كاملة داخل السوق ومنطقة التفريق وهم صوتيات ما اللي انقبوت في نفس النقاط هم صوتيات باللوق الوطنية كاملة تبدأ من الصباح من بداية التفريق صباح إلى الدحمس نهاية العملية للبيع هم الصوتيات في النقاط دور تشوفوه كاملة في النقاط اللي نقاط اللي منبع في السمك النقاط المحددة اللي بيع الأسعار لصقناه في كل بلايدة وحميناهم وخلناهم اللي فعل باقة عيطهم كل بلايدة وحميناهم إن شاء الله لكن اللي صدر فزيل لأي حضارك المعنجة اللي حلانة هو اللي باعت به الناس كيف هذو الأسعار لهم اللي تراعي فيهم وتوفوا على كل حال وقفنا عندهم ومنين نزينا الشكاية نبدلقوا عن هالدولة ونقجمون الصرفه نطول لقاس تدعاء وقجم ماشي وعد الدولة وتصرف الدولة بدورها الاتحادية الوطنية للصيد التقليدي أكدت أنها قامت بالمطلوب منها في هذا الإطار من توفير للمادة بلا سعار المتفق عليها هذه هي النقطة المركزية اللي من خلالها يتم توزيع على النقاط الأخرى على مستوى مقاطعات الواكشوت التسع هذه النقطة كل اللي لا يفرغ اللي جاي من كسوري مراقن واللي جاي من عند ميناء تانيت واللي جاي من الأسواق من هذا اللي ينقل لهم اللي هم اللي هم اللي شباك الدبارة هذا كل يفرغ هوناتيا على مستوى هذه النقطة ويتم تبرد وذم يتم توزيعه على نقاط البيع السقط على مستوى نواكشوت عموما هذه النماء اللي هنقولوها لكم يا سامي هذة هي مكتوبة هونتيا فيها كوربين نوار اللي هي السق يقولوا لها سق الكحلة وكوربين بلانش اللي هي سق البالة وتلنقار اللي هي سق صغيرة وياي بوي اللي هي كاملة معروفة عن مواطنين كاملين يعرفوها بعينات هذه اللي ينقلمها تاس وهوناتيا أزول اللي هي والميليجون وبونة اللي هي والميلينوار وجاي البيضة وجاي الكحلة اللي هي شينشار وكبارو اللي هي دراد اللي تعرفها الناس كاملة على النطاق باسع وكبارو متوسطة وكبارو صغيرة معناها عنها عيناتها واسعارها مدخرة ما هي واحد هذه من ضمن عينات أخرى من الأسماك توجد في السوق يغل لا تدخلوا في هذه وان شاء الله تعالى ستكونوا باسعار مناسبة للناس كاملة ويأتي خفض أسعار مادة السمك في إطار تفعيل المجهود الحكومي الرامي إلى تنفيذ التعليمات السامية المتعلقة بتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار تناسب القوة الشرائية للمواطنين اختتم حزب الإنصاف مساء اليوم الندوة رفعة المستوى التي أطلقها أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات المرابطون تحت عنوان الحكامة الرشيدة بين الاتزام الثابت للدولة والانخراط الصادق للنخب والمجتمع وخلال يومي الندوة سارض خبراء متخصصون جميع محاور الموضوع مبرزين ضرورة تغيير العقليات المجتمعية البائدة المعيقة للحكامة الرشيدة ضمانا لتنمية مستدامة قائمة على احترام المال العام والتوزيع العادل للثروات وقد أشفعت العروض المقدمة بنقاشات من طرف الحضور أثرت موضوع الندوة وتناولت مختلف الإشكالات المتعلقة به والعقبات التي تعترض علاجه وفي نهاية الندوة تم استعراض توصيات المشاركين حول سبل تعزيز الحكامة الرشيدة في بلادنا وفق ما حدده فخامة رئيس الجمهورية حيث أو حين جعل من محاربة الفساد أهم أولوياته رئيس حزب الإنصاف سيد أحمد المحمد أكد أن توصية المشاركين ستأخذ بعين الاعتبار وستحال إلى الجهات المعنية للاستفادة منها الآن نفتح نافذتنا اليومية المواكبة لجهود مؤازرة المتضررين من ارتفاع من سبمية النهر في ولاية الضفة لكن بعد هذا الفاصل يوفر مركز الإيواء بحيل كيلومتر سبع بروسو الخدمات الصحية المطلوبة للمواطنين المتضررين من فيضانة النهر الذين تم ترحيلهم من قرية بغداد التابعة لبلدية روسو هنا مركز الإيواء بملعب الحي كيلومتر سبع في روسو حيث يقطن المواطنون المتضررون من فيضان النهر الذين تم إجلاؤهم مؤخرا من قرية بغداد التابعة لبلدية روسو والتي كانت من ضمن القرى المتضررة من ارتفاع من سبمية النهر إلى جانب هذه الخيام التي تأوي المتضررين يشمل مركز الإيواء كذلك مركزا صحيا يقدم خدمات صحية للمواطنين وهاي الطفل أموالي كانت لهم صحة البارحة والله لم يهم صحة شمعتني شمال الليل هما تجيبتني بعد قمت عن من الليل ينقيم جاية الواليان شمال الليل وأقبت اللي أقبت سكنت نيعد من أصبح جبتها للطفة بارك الله ماشاء الله ورعني جبارت الدوم ماشاء الله ويواكب الطاقم الصحي للمركز الحالة الصحية للمواطنين من خلال استقبال المرضى وتقديم الخدمات لهم هذا المخيم اللي جيهون على مستوى ست من مجيهون درنا فريق طبي متكامل عندهم جميع الأدوية الأساسية وعندهم المعدات ونحدد قمنا بكشف جميع المواطنين اللي هون ونبتلقي الأطفال كاملين وعدنا بحث عن السوء التقديم والكشف عن المالاريا والحمد لله حالة الصحية جيدة ما مشقل فيها شي ويوميا نستقبله عشرين إلى هلاثين رقاج يوميا وهذه الفرق الطبية مداومة 24 ساعة وعندنا سيارة إسعاف وفيها طبيب متخصص في التدخل السريع جاينا من واكشوت كدعم والحمد لله الحالة الصحية تحت السيطرة والمواطنين الحمد لله ما ذم حالة مرضية خاصة ولدوية متوفرة العلاجات وسائل هم متوفرة أي مريض عنده حالة عادية يقد يداوه هون يداوه هون وعد ما يقد يداوه هون ناقله في سيارة 3 شهر المستشفى ونعدله الفحوص اللازمة ونغطله دول مناسب والحمد لله على مستوى المخيم هون دائما فهم زيارات ميدانية تقوم بها لدارة يوميا ونقوم ونحن مولي بها نشوفه فرغان اللي هون والحمد لله الناس كاملة في وضعية جيدة يجونا هون مختلف الحالات فيها الحالات الحمى حالات الإسهال وجونا الواجج الكبار وصغار نقدمه هون الدواء بشكل مجاني استشاره بشكل مجاني ودواء مولي بشكل مجاني وفي حالات تحتاج عنها التحكم هون نحكمه مولي قدمه قدمات صحية كاملة حد مولي يحتاج عنه يجبار علاجه كثار وكثبه كثار لشين مشوه للطب استفادت مؤخرا أكثر من مئة أسرة من تدخلات اجتماعية تسعى القطاعات الحكومية والمنظمات إلى تكاتف الجهود معا لتوفير ظروف ملائمة للمتضررين من مولا ممدجا قناة الموريتانية مركز الإيواء بملعب الحي كيلومتر سبعة بيروسو يتمسك أهالي مركز ونبول ونبولي ونازحين بالكثير من تقاليدهم الحياتية التي ذأبوا عليها في قراءهم وتجمعاتهم السكنية التقرير التالي سعرض جانبا من يوميات هؤلاء النازحين في مخيمهم ينهي الحافظ والخليفة آخر فصل من مسؤولياته اليومية بعد أن أرخى الليل سدو له على أرجاء مركز إيواء النازحين الذي تم إنشاؤه بالقرب من مقاطعة ونفو قبل الانطلاق لهذا السمر ينهي الحافظ من أرخان الم القارب من أرخان المهمév موسيقى في الجانب الآخر من المخيم تسابق مخريص الزمن لإنهاء مسؤولياتها البيتية لتلتحق بالسهرة المديحية التي انطلقت لتويها وبلغ صداها أرجاء الحي موسيقى لاني نجي الليل نعشي الحمد لله نعدى الهم من الخيمة ونعشي التركي ونقصوا صحابات نعدوا شي من المدح نصغروا ليه ونقصوا من الليل ونقصوا من الساعة اللي جاء لها المخيمة ما شاء الله اللي نعدلوا زين عندنا وتنطلق السهرة فأصوات التراني من مديحيتي قادرة على اختراق مساحة الصبت والهدوء هنا وتصدح الحناجر بمدح خير البرية معلنة بذلك فصلا جديدا من حكاية هؤلاء فليال الناس حين في المخيم تشبه الاحتفال ويامتداد لتقاريدة يشكل التمسك بها لدى هؤلاء مبدئا وعادة او مريو يوم الناسة والاد يوم ذاكي عاد الإعجاب ما يلحقهم راجل ما مات ياللي ما لحقو ذاك أحراب واللي بلعب وجيتهم للمدح أنا وصحاباتي مشاء الله وزين عندنا وتين نمدحوا وهذا الله هو اللي إصلا نعدلوا أصلا كنا اللي نحن هم مشاء الله نمدحوا ونعدلوا شي زين عندنا وهذا اللي عرح عنا قائدنا ضيعنا قائدنا ما يحكمنا عنه لكن لكل نصرا اللي نحن أدلوا زين وحياتنا زين ما لنا سهيل عنها استطاع هؤلاء انتزاع لحواتهم السعيدة رغم حكايات النزوح ومشقة الرحيل لقد نجحوا في رسم ملامح البسمة والسعادة بأهازج مديحية ولكل نصيبه من هذه الاقتفالية هذه أهازج تجسد إعلانا للنصر وتأكيدا لدى هؤلاء الرغبة في البقاء والصمود رغم التحديات ومتطلبات الحياة الجديدة بل النزوح استطاع قتل روح السعادة لديهم ولا الرحيل مانع من اقتناص لحظة فرح رغم استثنائية الموقف محمد طلحة الموريتانية مركز إيواء النازحين مقاطعة ومبو نلتقي بعد الفاصل بالعودة إلى ولاية الحوض الشرقي اجتمعت لجنة الجهوية لمتابعة التعداد العام للثروة الحيوانية بمدينة النعمة اليوم تحت رئاسة والولاية سلمو السيدي حيث استمعت إلى تقرير قدمه المندوب الجهوي للإحصاء عن النتائج المؤقتة لحصيلة عمل الفرق الفنية التي جابت كافة المناطق من أجل توفير أرقام دقيقة لأعداد المواشي في ولاية الحوض الشرقي وتشمل اللجنة الجهوية لمتابعة إحصاء الثروة الحيوانية حكام المقاطعات ورئيس الجهة والمندوب الجهوية للتنمية الحيوانية والمفتشين المقاطعيين ويهدف هذا التعداد إلى إعادة قاعدة بيانات دقيقة عن الثروة الحيوانية تمكن السلطات العمومية من وضع استراتيجيات وخطط تنموية قادرة على نهوض بهذا القطاع والرفع من مردوديته الاقتصادية أشرفت السلطات الإدارية أمس بمدينة تيجوكجا على إطلاق مبادرة لتوفير الزي المدرسي الموحد لكافة تلاميذ مدرسة الامبيديع في المدينة وذلك ضمن مبادرة جهوية تسعى من خلالها السلطات الإدارية إلى توفير الزي المدرسي الموحد لكافة تلاميذ الولاية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبعض الفاعلين ضمن مبادرة جهوية تسعى سلطات الإدارية على مستوى ولاية تقانت من خلالها لتوفير الزي المدرسي الموحد لكافة تلاميذ الولاية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والفاعلين السياسيين والمنتخبين المحلين المتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني يتكفل بتوفير الزي المدرسي الموحد لكافة تلاميذ مدرسة الامبيديع بدعم من منظمة السماح للعمل الخيري يشرفني أن أكون معكم في هذا المساء المبارك في محطة هامة من المبادرة الهادفة إلى تعميم الزي المدرسي في ولاية التقاند هذه المبادرة التي يشارك فيها جميع الأطراف اللي عندهم علاقة بالعملية التربوية منها سلطات إدارية وتربوية ومنتخبين ومنتدى الجهوي للمجتمع المدني وفاعلي الخير الزي المدرسي نعرف عنه هام جدا من الأمور التي تجسد قيم مدرسة الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغازوان يعتبر المدرسة الجمهورية رهانة كبرى لعملية الإصلاح المقام بها في البلد رئيس المتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني في تقاند أكد أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجه ورؤية السلطات الإدارية في ولاية تقاند الهدفة إلى توفير الزي المدرسي لكافة تلاميذ الولاية في إطار مبادرة جهوية يشارك فيها الجميع أنا بدوري شاكركم وحضوركم معنا اليوم في مدرسة المبيدية وهي المدرسة التي تكفى للمجتمع المدني بتوفير لها الزي المدرسي وكان بدعم من هيئة السماحة للعمل الخيري برئاسة محمد المختار ومحمد الحسن نائب نواك شوطة الغربية وحد أبناء مدينة تيجججة وشاكرينه على الدعم للساخل اللي عدلنا ونقولوا على أن هذه في إطار حملة جهوية معدلينها لياك نقدوا نحصل لجميع التلاميذ على مستوى الولاية زي المدرسي ولا هي مختصرة لأعلى تيججة وحدهم في تنارينا قادرة بالتعاهدات بدورها شكرت العندة المساعدة لبلدية تيججة سلوطات الجهوية وكافة المتدخلين على هذه الخطوة الهامة وبس مساكنة بلدية تيججة حضور مدير الديوان وحاكم تيججة مدير الجهوية للحضور الكرام لهاي المبادرة السابقة من نوعها اللي اطلق طلقة الإدارة هون الإقليمية بدعم من والي تقانف توجيه منه هذه المبادرة متمثلة فعلنا نائب من نواب موريسان من ابناء تيججة البارارة فعلنا نطوع للمتداء في طار حملته القايم بها في ولاية تقانت فعلنا نتكفل بشميع زي المدرسي لهذه المدرسة هذا ومن المنتظر أن تتوسع هذه المبادرة لتشمل توفير الزي المدرسي المواحد لكافة تلاميذ في مختلف بلديات ومقاطعة الولاية إلى شمالي البلاد حيث سجلت المصالح الصحية بزويرات خلال الأسبوع الماضية تزايدنا منحوظا في أعداد المصابين بحمى الملاريا مما رفع سقف المخاوف من تفشي هذه الحمى الموسمية وترجع أغلب الحالات المسجلة إلى وافدين من خارج ولاية تيرس الزمور عقب تسجيل ارتفاع كبير في حالات الإصابة بحمى الملاريا بعدد من الولايات تزداد المخاوف هنا على مستوى ولاية تيرس الزمور من انتقال عدوى هذه الحمى خاصة مع افتتاح العام الدراسي وعودة الكثير من المصطافين إلى مدينة زويرات ولمعرفة إلى أي مدى وصل تفشي حمى الملاريا بالمدينة قمنا بزيارة لمركز الاستثباب بالزويرات جبنا خلالها عدة أقسام من بينها قسم الطوارئ الذي لاحظنا فيه زيادة في أعداد المراجعين على غير العادة ليؤكد لنا مدير المركز أن الإصابات المسجلة بحمى الملاريا مزالت ضمن المتوقع رغم تسجيل ارتفاع نسبي في عددها نحن هنا بادية فيه زيادة في عدد الحميات ما هو الحمد لله على مستوى اللي في بعضية من الولايات اللي عاد بشكل وبائي كبير غير بعض عدنا تسجلوا عدة حالات وأقلبيتها من الناس اللي وافدة جاية موفية راحتها في الولايات الأخرى تعود هنا وسجلت عدة حالات من الملاريا اللي جابية عن طريق الفحص وحالات من الحمى والإسهالات وذلك متوقع في هذه الفترة وكان مجهزوا عن طريق الأطباء وعن طريق الصيدرية مولية الأدوية وذلك مجهزوا والحمد لله ما فتنا لحقنا مرحلة تعود أكثر من العادي الأمور مزالتون لها تحت الصيدرية الحمد لله الحالة الخدمات الطبية المقدمة في المركز كانت محطة إشادة المراجعين الذين قدمت لهم العلاجات الضرورية بعد تشخيص حالتهم جاي هنا عندي طويلات ما مصحات ما إن شاء الله مساعد جيت هنا الحمد لله استقبلونا السيخ بارزين وطاونا الحمد لله العناية وجاونا هنا وطاونا الدول الحمد لله ورجعونا موليهون يخرصوهم ما إن شاء الله جاي هنا جاي بطفل عندي نضيع الجوف وتبارك الله ساعة جيت من شاء الله رأيت العناية من شاء الله وجاوهم عاية والتركهم موليهون حالة إرجانس ما شاء الله استقبلونا السيخ بارزين وطاونا الدول اليوم وتبارك الله ما قلعنا لهم الشقارة من شاء الله ساعة جاينا موليهون يرأينا الراحة الموليه عندي أكلموا ودويتوا لعرض ما من الفائدة فيه تستقبل ولاية تيرس الزمور خلال هذه الفترة من العام الألاف من المواطنين العاملين في قطاع التعدين الأهلي ما يزيد من مخاوف انتقال عدو حم الملاريا لاتعادة ما تشتد وطأتها في نهاية وصل الخريف تاري الصادق قناة الموريتانية مدينة زويلات وبإمكانكم مشاهدين كرام متابعة ملف عن وضعية حم الملاريا وجهد السلطات في القضاء عليها في ولاية العصابة بعد النشر المسائية مباشرة في موضوع ذي صلة احتضرت مدرسة صلاح الدين بمدينة كيهيدي أعمال ورشة تكوينية لصالح معلمي سنوات الأوائل من التعليم الأساسي حول منهجية الدروس النسقية وتهدف هذه التجربة إلى تزويد المدرسين بمنهجية تمكنهم من تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ بطريقة أسهل وأسرع الدروس النسقية تجربة حديثة تم إدخالها على نظام التعليم الموجه للمدرسة الجمهورية حيث تعتمد هذه التجربة على تأسيس قدرات التلاميذ في مجال القراءة والكتابة والرياضيات ورشة كيهيدي تعرف مشاركة معلمي الأوائل بالنسبة للعربية والثواني الابتدائية بالنسبة للفرسية حيث يتابع المشاركون عروضا نظرية وتطبيقية حول منهج تدريس الطريقة النسقية بدأت هذه الطريقة بالتجريب على 16 مدرسة ثم بعد ذلك زادت شبك التدريب إلى 300 مدرسة بعدها رأت الدولة تعميمها على جميع التراب البطني وجاءت هذه الطريقة إذراء عكاس تدني المستويات بالنسبة للتلاميذ في القراءة والكتاب والرياضيات وكما تعلمون أن من أهم الكفايات الأساسية التي يجب أن يمتلكها التلميذ من أجل أن يتعلم هي القراءة والكتاب والرياضيات ونحن الآن في اليوم السادس من هذا التكوين نلقي عروض نظرية حول هذه الطريقة وعروض تطبيقية حول ممارستها داخل الأقسام كان دورنا كمكونين لطريقة جديدة نقدموها للمشاركين يجب أن تتطلح لهم الصورة وحسب تقضية راجعة والتجاوب مكونين كان فهم تجاوب كبير مع طريقة العمل والناس الذين مملفوا عدد التجربة سولناها ولاحظوا فعلا أن الفارق كبير بين الوضعية والبطيئة كان فهم استفادة كبيرة للتلاميذ ويؤكد المعلمون المشاركون في هذه الورشة نجاعة هذه التجربة ودورها في تنمية قدرات التلاميذ نحن اليوم السادس من هذه الورشة وهي تكوين هذا البرنامج الجديد النساقية والنساقية هي فعلا نظافة وجه جديد حيث ربطت التلميذ بالمعلم ولاحظنا فيها استفادة كثيرة للتلاميذ السنوات الماضية كانت فقط على القراءة والكتابة وهذه الورشة تضيف مجال الرياضيات النساقية جاءت بطريقة سهلة من شاء الله واستفادوا التلاميذ منها خصوصا في هذه الحلقة الأولى وهي الركيزة الأساسية للتلميذ دائما حيث تمكن التلميذ في نهاية السنة من القراءة والكتابة بالشكل جيد والعد كذلك وتعرف على بعض الأشكال الهندسية في القياس والهندسة نحن جاينا هنا لنظرك السبوع من يوم الاثنين الماضي جاينا لنعدل ملتقاذ حول الدروس النساقية اللي فخامة رأس الجمهورية حرصا منه على التعليم وعلى أهميته جاء بالنظرين قالوا المدرسة الجمهورية والحمد لله رأك عدنا مولي تكوين حول الدروس النساقية اللي لا يتعود عندها أهمية كبيرة في إصلاح التعليم اللي لا يتعود في دروس عملية ولا يتعود فائدة كبيرة للنش اللي لا يتحقق الإهداف المرجوة من التعليم في وصارة التربية وإصلاح النظام التعليمي ويأتي إدخال الطريقة النساقية في المناهج التربوية ضمن سلسلة إجراعات تحسينية تهتف إلى إصلاح التعليم والاستثارة من اللغات والمواد العلمية المختلفة عشم التهمي قراءة الموريتانيا مدينة كيهيدي وبذلك تنتهي الفقرة المخصصة بلغة الإشارة نشكر الزميلة عيشة علي اختتمت ليلى البارحة بفضاء منظمة استثمار نهر السنغال وسط العاصمة نوكشوت فعالية نسخة ثانية من مهرجان نوكشوت سينمائي الدولي المنظم برعاية المجلس الجهوي لنوكشوت وبالشركة مع المعهد الوطني للفنون والمكتب الوطني للسياحة وأفروبورت موريتانيا بمشاركة أفود رفيعة المستوى من ثمانية دول شقيقة وصديقة انطباعات المنظمين والمشاركين أشهدت بكم المشاركات ونوعه وما أتاحه المهرجان من فرص لتبادل الخبرات والتجارب وقد عرف حفل الاختلتام توزيع جوائز مسابقات المهرجان التي شملت صناعة المحتوى وأفلام الورشات وفئتي الأفلام القصيرة السينمائية والأفلام القصيرة الوثائقية إضافة إلى فئة الأفلام الروائية الطويلة كما نوهت لجنة تحكيم المسابقات بالعديد من الأعمال الفنية التي قدمت في المهرجان نظمت الرابطة الموريتانية لترقية اللغة والثقافة السونيكية والمركز الوطني للإنكولوجيا مساء أمس يوما توعيا حول أهمية الفحص والتشخيص المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم رئيس الرابطة علي بوبو كاندكيا قال إن هذه التظاهرة تسعى إلى التوعية والتثقيف بأهمية الكشف والتشخيص المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم باعتبار ذلك السبيل الأمثلة للعلاج مثمنا الشراكة القائمة بين رابطته والمركز الوطني للإنكولوجيا من جانبه أعربت مديرة المركز الوطني للإنكولوجيا أمب البنين منتزين عن استعداد المركز لتقديم كل ما يلزم لنشر التثقيف الصحي داخل المدن والقرى كما تابع الحضور عروضا متنوعة تناول فيها المتدخلون أهمية نشر الوعي بين النساء والفتيات ليكون أداة مساعدة لمكافحة وعلاج السرطان إلى ولاية أدرار حيث تتواصل في قرية تونغاد فعاليات مهرجان الشباب تونغاد لأثقافة والتنمية فعاليات اليوم الثاني من هذه التظاهرة عرفت تنظيم يوم صحي بنقطة صحية للقرية وتوزيع كميات من الأدوية والزير مدرسي يوم صحي يقام داخل النقطة الصحية بقرية تونغاد ضمن فعاليات مهرجان الشباب تونغاد لثقافة والتنمية عشرات الاستشارات والعلاجات والأدوية يستفيد منها السكان اللي داونا عنه اللي داوي فيه الزكر واللي داوي فيه الحمى اللي داوي فيه القطوعة واللي داوي فيه تنصي والأجازين معنا بالإحسان الشال كبر مغتالنا مغدا والدمان الله منا صايبين عنه فنقدو قاعد نصيبو عنه تلك عن نحن هلتونغاد مأيدينه تماما وزين عندنا وفرحانين به ولا مقدو نعبره عن نتيش تعلينه ولا عنده باش تشريدوا جاهدوا وانترحل أزيدوا من ثلاثمائة استشارة تقدمها القابلة الطبية بهذا المفق الصحي مؤازرة لسكان وإحنا اليوم جاينا هون تقديم استشارات استشارات تمثل في استشارات أولية وفيها فما ذيك عدنا منها في ناظرك قرابة مئتين استشارة ووزنا فيها الأدوية بشكل مجاني على جميع الناس اللي استفادت من ذيك الاستشارة وفما استشارة مجموعة آخرى من أهل الأمراض المزمنة ذلك تم التكفل ببدويتهم ووصلناها لهم كلهم يجينا هون ونعطيها الدول حسب عندنا لايحة بسماء الناس اللي عندها الأمراض المزمنة وفي نفس السياق تم توزيع كميات منزي المدرسي والمنسزمات التعليمية لصالح تلاميذ مدرسة جونغاد الابتدائية ليلو سنوات الحمد لله يتواكب معنا لإفتتاح وتساعد التلاميذ بتوفير الدفاتر والأقلام كل سنة يواكب معنا لإفتتاح هذا الشيء ما زالنا يذكر فيه يشكر وجزام الله خانهم واللي هاي السنة عنهم مجزوا هذا جابوا الدفاتر والأقلام يقالوا للمرة ساعدنا بالنقال الزي المدعيله داعيال الدولة لعنه يعود موجود التلاميذ تأتي هذه التوزيعات في إطار دعم جهود إرساء دعائم المزرسة الجمهورية وهو دعم تمدرس ابناء قريتنا في إطار دعم جهود الدولة اللي لاركم حاثة عليه لأن زي المدرسي يالت يعود إلزامي ونعرف إحنا علن الناس هون قد يعود فيها ياسر من الضعفة اللي قدوا ما يعود وعندهم إمكانيات لأنهم يوفروا ذاك وحرصا مننا على الدعم فكرة المدرسة الجمهورية نحن كشباب تونغاد ارتعينا على أن نقدموا هذا الزي وهذه المساهمة المتواضعة كما شامل برنامج اليوم الثاني من التظاهرة توزيع كميات من المصحف الشريف دعما للتعليم المحضري الفاغولي الشيباني قناة الموريتانية قرية تونغاد أو جفت إلى ولاية العصابة وتحديداً بديدت كانكوسا حيث عادت المياه إلى مجاريها وانتعشت بحيرة المدينة من جديد بعد تسقطات المطرية المعتبرة التي شهدتها المقاطعة هذا الموسم فرقاً من مكتبنا بكيف رصد جورباً من الانتعاش التنموي لهذه البحيرة في سياق التقرير الآتي أخيراً تستعيد بحيرة كمكوسا عافيتها من جديد بعد صيف جاف كاد أن يصل فيها النضوب إلى مرحلة قد تصنف فيها البحيرة ضمن خبركان حركة الحياة هنا مستمرة بشكل يومي تغذيها عمليات التبادل التجاري وحاجيات أخرى تستأذر بها ضفة دون أخرى هنا يجلس دنبو مستبشراً بارتفاع منسوب مياه البحيرة هذه السنة وعودة الحياة لها نتيجة لعمله على هذه الزوارق وحصوله يومياً على مردود مادي يعينه على تكاليف الحياة هذه البحيرة لا يوجد شيء ومثلاً لا يوجد دخل وناشعها هذه الناس مشي قريب ساعة أملانة وساعة فيهلمة الخير خرمنهم لا فيها الفاصل للأخر من عند الحراسة الشينية من عند الزرع ومعند مكة ومعند الدلقان ومعند جاردين ومن عند كل شيء فيها الناس ناشعة فيها من عند صحميرها وصريتاتها الشرفة وصقالة والناس التظمر والناس التعدى يا غير الطابي من الدولة بحيرة تتوسع إلينا ذاك نبقى تتوسع إلينا ذاك كل سنة تمص يعود الإعلايات والشاشرة يوحلوا فيهن نقول الكهرم على السلامة في الطين والفالوك يوحلوا في الطين ووهلوا يوحلوا في الطين والناس كاملة تتوحل في الطين والأجمال الشيئة كاملة فرقة السنوء بها لا الطين كلها يوحل فيهن تموت سكان المدينة جزائي جزء مستبشر بعودة المياه خاصة ارتفاع من سوب المياه بعد موسم الأمطار وعودت مياه البحيرة المجارية وعملها طبيعي بقية كبيرة من سكان المدينة وخاصة الوافدين المولي يطالبوا مع بقية المدينة يطالبوا لدولة الموريتانية كمكو سيعود عندها جسر في جانب آخر من هذه البحيرة يستعد المزارعون لإطلاق موسمهم الشتوي ويباشرون عمليات استصلاح الأراضي وزراعتها من أجل الضفر بمعدل زراعي يعلنون من خلاله أن بحيرة كنكو سا رافض اقتصادي يفتح مجالات استثمار عديدة هذه البحيرة نيجي وصر من المدينة نحن مهم عندنا بها أخبار الزراع وحكما أن المولي لنقول لها من بداية حاكم كنكو ساكنة حاكم بها لا أخبار الزراع كان فينا خيخار وانا مولي نجر بها السجارة المهمرة ونجر بها الخضراء مولي المهاية السالحة الزراع مية بالمية ستظل بحيرة كنكو ساكنة بالنسبة لسكانها ذلك الأمل الذي يزداد في كل موسم خريفي تغذي فيه الأمطار وهذه البحيرة لكنهم في المقابل يحلمون بذلك الجسر الذي يفك العزلة عن المدينتين ويجعل كنكو ساكنة رقما واحدا لا يتجز تعتبر عودة المياه إلى بحيرة كنكو ساكنة آميل ازدهار يستبشر به جل سكان المنطقة نظرا لمال البحيرة من أدوار ترموية توفر العديد من فرص العمل وتنعش الحياة الاقتصادية على مستوى كنكو ساكنة محمد المصطفى فابو الموريتانية من بحيرة كنكو ساكنة بولاية الأحصاب في موضوع آخر تمثل السباحة رياضة مفضلة عند الكثير من سكان مدينة وديبو بفضل موقعها على الشاطئ الأطلسي غير أن غياب الوعي بإجراءات السلام جعل من هذه الرياضة قطرا على أصحابها بحكم موقعها على شاطئ المحيط أليف سكان مدينة وديبو السباحة حتى أصبحت جزءا من حياتهم اليومية ورغم الفوائد الصحية والتربهية لهذا النشاط الرياضي بات نداء لغاثة حاضرا من حين لآخر لانتجار غريغ اقتنسته الأمواج المتلاطمة غير آبهم بمخاطر المد البحري يا الله توجد الناس كامل لاحضرنا من خطورة هذا الأبحار الأطفال يجوهم دائما يعدوا متعرضة ياسم المخاطر دائما بالأسف الشديد بعض الأطفال يمشون ضحية هذه المياه بإهلا أهالي مفاتهم طارحين البال خطورة هذه القضية وحريصين متعرضوا لنوع من البخاطر البحر الزمن ما الله ينعام فيه خاصة الناس لو تتقبل منه حذرها خاصة على الإشازة اللي ما عندهم دراية بشي يجي واحد عنه لا يستدر مع أسرته ولا شيء يضيعوا هذا قلساج اللي خالقوا على البحر يطلع مفاجئ ما مجمع معه والت الناس تعدوا على أتم الحذر منه وقد أصبح من الضروري أن يسلح هوات السباحة بأسباب السلام وهو ما يطلب منهم أكثر من أي وقت مضى العزوفة عن ممارسة هذا النشاط أذناء المد البحري وفي المناطق الغير مألوفة لهذا النشاط ومتابعة الظروف المناخية حرق قرأك تشوفه تقول هذا ما هم عاجوا عاجوا قد حد يعوم قد كل شيء قلني تقرأ من وراعي هواجعة ما هو عاجي ويطلع عمالي إلى بلد مرحلة متين ضرك حالا أنا ضرك رعيني فيه متكلم فيه الحمد لله وكيف أن ضرك حالا ضرك حالا قارقة هناك شيء في كبانوعة وتوف وراي ناصح أخوتي والجماعة كاملة اللي كاملة عدا منها زيارة الكبانو يطرح البال اللي تركس قار ولا يرخيهم وحضانهم حد جاء بيشير معاه يحضنوا قد حد يسدروا كل شيء قار يحضنهم واللي في الأخير وقد تسبب قياب الوعي بمخاطر السباحة في عمق البحر في تسجيل حالات غرق خلال عطلة الصيفية وهو ما يستدعي مزيدا من التحسيس واليقرة والأخذ بأسباب السلامة سامح الموليثانية مدينة نماريبو والآن نفتح نافذتنا على الأنباء الدولية بعد هذا الفاصل أفادت مصادر إعلامية أن ثمانية غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مشيرة إلى أن منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية تعرضت لغارتين إسرائيليتين استهدفت محيط مدينة بعلبك وبلدة الشربين ومرتفعات بلدتي شمسطار وحربة بلقاع شرقي لبنان وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا قبيل ذلك سكان منطقتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية إلى إخلاء منازلهم متحدثا عن وجود منشؤات ومواقع تابعة لحزب الله بدوره حزب الله دعا سكان خمسة وعشرين مستوطنة شمالي إسرائيل للإخلاء وواصل استهداف تجمعات الجنود الإسرائيليين في عدة مواقع وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساهم استرتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثامن من أكتوبر تشرين الأول إلى الفين وستمائة وثلاثة وخمسين مواطنا والإصابات إلى 12360 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد أصيب عشرة الإسرائيليين اليوم جراء عملية دهس بشاحنة لعدد من الأشخاص في محطة حافلات قرب قاعدة غليلويت شمال تل أبيب وسط إسرائيل فيما أفادت الشرطة أنه تم تحييد المنفذ عملية الدهس أسفرت عن سقوط عشرات الإصابات إضافة إلى نحو 40 جريحا بينهم إصابات خطرة حسب مصادر إعلامية وتأتي هذه العملية في وقت تصاعد قوات الاحتلال اعتداءاتها بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة ما أدى إلى استشهاد أكثر من 762 فلسطينيا وإصابة 6300 إضافة إلى اعتقال 11400 وفق أحدث معطيات فلسطينية رسمية قال المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم في منشور على منصة إكس وفي أول رد على الضربات التي نفذتها إسرائيل إنه لا ينبغي تضخيم شر الكيان الصهيوني في عدوانه على إيران ولا التقليل منه اعتبر المرشد الإيراني أن إسرائيل أخطأت في الحسابات وتعد تصريحات خامنئي هي أحدث إشارة على أن إيران تدرس بعيناية ردها على الحجوم وبالفعل ذكر الجيش الإيراني أن وفقا لإطلاق النار أو أن وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة أو لبنان له الأولوية على أي هجوم انتقامي على إسرائيل على رغم من أن مسؤولين إيرانيين ذكروا أيضا أنهم يحتفظون بالحق في الرد قال الرئيس الوزراء الياباني شي جينيا إبيرو اليوم أن الناخبين أصدروا حكما صارما على الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وأضاف إيشيبا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية أن NHK التي أظهرت توقعاتها بناء على استطلاعات الرأي أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يفقد أغلبيته إننا نتلقى أحكاما صارمة وأظهرت استطلاعات لرأي ناخبين اليابانيين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة التي جرت اليوم أن اتلاف الحاكمة ربما يفقد أغلبيته البرلمانية مما يزيد حالة الغموض المتعلقة بتشكيل الحكومة في رابع أكبر اقتصاد في العالم وكشف استطلاع رأي أن أجرته هيئة الإذاعة الوطنية اليابانية أن من المتوقع أن يفوز الحزب الدمقراطي الحر وشريكه الأصغر في الاتلاف حزب بما يتراوح من كوميتو 174 إلى 254 مقعدا من أصل 465 في مجلس النوب المساء انتهت إلى التذكير بالعنوين وزير التنمية الحيوانية يطلق من الحوض الشرقي الحملة الوطنية للتحسين الوراثي للأبقار اللجنة الجهوية المعنية بالتعداد العام للثروة الحيوانية تجتمع لتقييم نتائج التعداد وتنظيم قافلة صحية ضمن فعالية مهرجان تونغاد للثقافة وتنمية في مقاطعة أوجفت شكرا على طيب المتابعة وللقاء